اشتركوا في القناة والزواج والصلح وقوضاء الحوائج رح في استمر القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 21 دقيقة من صباح اليوم الاحد لا ينتقل بعدها لمنزلة الطرق وهي منزلة للمضرعة والمشاكل طبعا القمر موجود في برج السرطان عشان هيك تأثيرات اللي بتصير على جميع الابراج هي من صفات برج السرطان في هاي الفترة فمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الامان انه لا احبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية او رسائل او ذكريات قديمة يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد ايضا لانه الانتقاد هو الغيرة لانه في هاي الفترة بتكون حساسية الطرف الثاني في اوجها فما رح يتقبل هاي الامور ووسعنا بالفترة هاي الاهتمام بامور العقارات او الصيانة او الترميم او الاهتمام بالبيوت بشكل عام او استئجار بيت جديد او شراء بيت جديد او زراعة نبتة الحديقة الاهتمام بالامور هاي وبرضو الاهتمام والانتباه لاطفالنا اكثر وقضاء وقت ممتع بالبيت بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مأثرة طبعا عندنا زاوية عطارد مع بلوتو وهي زاوية اقتران طبعا هاي زاوية ايجابية تأثيراتها رح تضل لغاية يوم الغد اللي هو يلا يوم 14-2 طبعا هاي زاوية بما انها ايجابية فبتزيد من حد الذهنة والحدث والنقد وبتمنحنا حب العدالي والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا والنجاح بمشاريع واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين المشتري وبين اورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 5-3 بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين والزملاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين المريخ وهاي رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 17-3 بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما العلاقات السلبية فهي بتكون يعني سلبية واكثر المتضررين هم المتزوجون لعلاقاتهم ضعيفة لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع عاطفية إلها توابع سلبية طبعا وبرضو كل العلاقات الضعيفة في هاي الفترة بتعاني من بعض الأمور اللي ممكن تتفاقم وإنها توصل لحد الانفصال أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تقاوب السلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينفش يعني رح تستمر لغاية ساعات العصر تأثيراتها ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتين فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن أنه يثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية رح تكون بين الخمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينفش طبعا هاي برضو تأثيراتها لساعات العصر أكثر المتضررين اللي بيكون لهم مشاكل عاطفية أو بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب يعني نوع من أنواع البذخ والإصراف اللي مائل ودهعي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وأربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينفش طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر لغاية ساعات منتصف الليل هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب أو بيق والحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية فها عنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق غشاء طبعا هدولا هم الأغشية اللي بتغلف الرئة واللي بتغلف جدار البطن الداخل اللي يعني الجهاز اللي مفاوي برضو بيكون في بعض الحساسية وعضم الصدر فهاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي بتطلب منه الاهتمام بشكل أكثر عناية لا إلها واللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي فلازم أنه يراجع طبيب أما بالنسبة للعمليات الجراحية فطبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مخاطر الفترة هاي برضو مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن زي ما حكينا بالأيام الماضي إنها لا تصلح لإزالة الشعر الزائد في حال إن القمر بلش يتناقص يعني بعد الاكتمال بصير هاي الخطوة جيدة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فطبعا هنا اليوم بتكون شوي تكون منتبهين لأنه هو ما فيه أي مخاطر لمطعم كورونا ولكن لأنه الجهاز اللي مفاوي هو اللي بكون فيه أكثر حساسية وممكن شوي يصير فيه بعض الآلام بالكتف أو تحت الإض بالضبط يعني بين الذراع والصدر ما يصير فيه بعض الآلام أثر اللقاح فعشان هيك هذا بتطلب إما براستمول اللي هو البنادول على أساس أنه حبتين كل ست ساعات اللي يخفف الآلام أو برضو عشان الحرارة وبرضو ممكن أنه يحتاج لأنتبيوتك كريم اللي هو زي الفوسدين مثلا فهذا برضو بساعد على أنك تتجاوز الآثار الجانبية للقاح بالنسبة للقمر بما أنه في برج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اللي هو أربعتاش اثنين بيبدأ فيه تمام الساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينهج وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وستة عشر دقيقة يعني تقريبا بحدود ساعة إلا ربع مدة خلو المسار لا ينتقل القمر بعدها لمدد إلى برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب 13 يوم في تمام الساعة 11 و 21 دقيقة ظهرا بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 الآن منتحس بنسبة 25% لغاية ساعة المساء أما بالنسبة للقمر في السرطان حتى يوم 14-2 هو سعيد الآن بنسبة 15% ولكن في ساعة الظهر بيصير منتحس بنسبة 40% بالنسبة لعطارد في الجدي حتى يوم 14-2 هو طبعا سعيد بنسبة 15% في حلقة اليوم نزلت عن عطارد موجودة على القناة اللي حاب يعرف الأثار الانتقال من الجدي للدلو أثاره طبعا على جميع الأبراج والزوايا وكل شيء موجود حلقة تفصيلية اللي حاب يعرف عنها معلومات لأنه هاي برضو بتفيد للاستفادة من حركة عطارد خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة أما بالنسبة للزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك التركيز رح يكون كله على أمور إلها صلة بالبيت والعائلة لاهتمام كله رح يكون إما على مستوى البيت والعقارات والترحيل استجار بيت، صيانة بيت، أعطال منزلية أو مشاكل أو مناسبات عائلية يعني كلها أمور عائلية ومنزلية أهم شيء والتحذيرات اللي اليوم أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبرضو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاضروا من التصرفات العدائية وما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح أو انتقاد لإلك أنت ما تتقبله له علاقة برضو بنطاق العائلة والبيت برج الثور القمر صار في البيت الثالث يعني بيت الاتصالات والسفريات القصيرة والتنقلات الإلكترونيات المواصلات كلها هاي الأمور اليوم رح تيتموا فيها قدرة حالية عندكم تنشطوا في مجال السفر والاتصالات وخصوصا السفر القصير اتصالاتكم رح تكون كثيرة تكونوا تحاولوا أن تكونوا أكثر صبرة على الطرقات أثناء قيادة السيارة هذا يوم مناسب لاجتياز انتحان ولكن بالنسبة لتعبير عن رأيك حاول أنك تحبر عن رأيك بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاع ذلك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وتيرتك كثرة الانشغال عندك عالي جدا وكثرة الالتزامات عندك الكثيرين برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي طبعا هذا الاهتمام كله رح يكون في الأمور اللي إلها علاقة بالأموال فرص كبيرة للمكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، داعن أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم لها فترة ومش يدرين يحصلوها أو ممكن يحصلوا على هدية أهم إشي أنه تخففوا من النفقات ما في داعي للمصاريف لزيادة بالفترة هاي اليوم ممكن تناقشوا مواضيع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها طبعا تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء حاول أنك تبرر عن مواقفك وتوضح أي سوء تفاهم عندك قدرة على الإقناع برضو جيدة وممكن تفاوض بالأمور المالية برضو بشكل جيد برج السرطان طبعا القمر بما أنه استقر عندكم الآن وبلش يعطي طاقته على أغلب موليد برج السرطان فعشان هيك أنتو اليوم عندكو طاقة ونشاط حيوية وقدرة على إنجاز الكثير من المشاغل أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن مش على غلق يعني تقدر تناقش وتحاور وتقنع أي طرف بوجهة نظرك بترتفع عندك المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أوصف لعمل جديد أو صفحة جديدة في حياتك طبعا بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جيدة وجديدة وبتعيد لك النشاط لحياتك اليومية تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر إذا استغلتها بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد لا ينتقل ويصير موجود عندكم فعشان هيك بتكون تتحملوا هذا اليوم أو يوم ونصدى للكم بتكون تتحملوهم بسيطر التعب عليكم انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واثلدوا للراحة ممكن تكون الظروف شوي مخيبة للآمال وموش شوي ممكن يكون في بعض الخسائر أو الفشل ببعض المخططات أو تشعر بالتعب أو يصير فيه سوء تفاهم بشكل كبير ما بينك وبين شخص فبتفشل أعمالك في حصد النجاح وبيخيب أعمالك طبعا التأجيل وارد الإلغاء للموعيد برضو وارد فعشان هيك حاول انك تكون انت جاهز لاستقبال أي خطب إيش مكان يكون وتتأقلم معاه بدون ما تزعل وتأخذ على بالك بتعيده بالأيام الجاية وإن شاء الله تنشي الأمور برج العذراء طبعا القمر موجود في بيت العلاقات الاجتماعية بيتك 11 فعشان هيك بظل النشاط الاجتماعي موجود ممكن تلتقوا لأصدقاء أو تتواصلوا مع بعض الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة أو حفلة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أحدهم أو أي شخص بناسبك العمل من ضمن مجموعة مع الزملاء أو الأهل وانت بحاجة للتحالفات تفرح لها تفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل جيدة الأهم من هيك انه ضهي لك اليوم يوم ونص تقريبا للقمر يوصل لبيت متعبك اللي هو برج الأسد فعشان هيك بتطلب منك إنجاز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل وصول القمر لبرج الأسد على أساس أنها فترة صعبة وضاغطة فبدك تكون أنت جاهز لا إلها برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وعلاقاتكم مع مسؤولين أو مع شخصيات مرموقة أو علاقاتكم الاجتماعية فهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن أعمال والممكن تشعر وكأنه محيطك المهنية والاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك ليش؟ لأنه هذا بيت السمعة لابد إلا أنه يضغط عليك شوي لأنه زاوية تربيع معك فعشان هيك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط أنك تتحلى بالمنطق والعقل الراجح وتكون هيك يعني مرن شوي الفترة هاي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين وما تشوه صماتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر صار في البيت التاسع لا لكم وهو بيت قوي وحليف فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أجانب أو الدراسة أو الامتحانات الجامعية أو الدورات الدراسية أو حتى بأقل هالنقاشات والاطلاع على أمور إلها علاقة بالفلسفة بالدين بالأمور هاي أهم شيء أنه اليوم تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة طبعا اليوم رح تعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا الحظة عملة إلك بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحاول أنك تتحرك لا استغلال كل الفرص خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن واستقر تماما وهو بيت الأموال المشتركة أو بيت المواريث أو بيت سداد للديون بيت الأموال اللي لها علاقة بالقروض والبنوك والضريبة والتأمين فاليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولعيادة بعض الأمور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات وحاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو موضوع إداري وإنت بحاجة لهذا الشيء وبحاجة لهذا الدعم برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود في مرحل المقابلة معكم فعشان هيكي بعطيكم إيجابية على مستوى العلاقات اللي هي تعتبر الشراكات اللي هي شراكات المال وشراكات العاطفة يعني ما بين الأزواج والخاطبين واللي بيشتغلوا من ضمن شركات أو فاتحين عمل شراكي ما بينهم وبين الأشخاص فالفترة هاي بينصب اهتمامكم كله على مواضيع الشراكات ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة حتى لو اضطرت أنك تتراجع عن قرارات سابقة وتعمل مصالحات برضو ما في أي مشكلة لأن الفترة هاي انتطاقتك برضو بتكون ضعيفة لأن القمر مقابلك تماما فتعتبر فترة متوترة أو ممكن تتورط في أزمة ما فعشان هيك ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير من نمط معين لا توجه أي انتقاد لأي أحد بهاي الفترة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر في البيت السادس لأيكم ويعني بلشت الأمور تضغط شوي على العمل على الصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا على العمل وعلى الصحة في نفس الوقت فممكن اليوم يتراكم العمل عندكم الزيادة عن اللزم ما تقدروا تنجزوه بالكامل فعشان هيك حاولوا انكوا تنجزوا الأشياء المهمة بعدين الأقل أهمية ما تنجزوا عملين مع بعض حاولوا أنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بالعمل وممكن يصير بعض سوء تفاهم إما بالعمل أو مع زملائكم فعشان هيك برضو بتكون حاذروا من تراجع صحي يعني تشعر ببعض التعب أو الوهن إذا شعرت بشيء راجع الطبيب وغير أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر العملك تفادي لأي تأخير في العمل أو ممكن تحدث بعض الأمور الطارئة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في البيت الخامس رغم أنه بكثير من موليد برج الحوت بقولك التوقعات ما بتصبط معنا بالفترة هاي يا موليد برج الحوت عشان تفهم التوقعات روح احضر حلقة الشمس تواجد الشمس في الدلو أو انتقال الشمس للدلو احضرها عشان تعرف أنه أنت أساسا بفترة صعبة جدا أنه الشمس موجود في الدلو في بيت متعبة فهاي شهر كل سنة بمر عليك ضاغط فهاي الفترة من ضمن الفترات بتظلها ضاغطة لغاية عيد ميلادك ولكن القمر بعطي بشائر ممكن تتغير بعض الأمور أو تحدث بعض الشغلات اللي بتيجي في أوقات فيها إيجابية لإلك فعشان هيك بتستغلها يعني اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اللي بيقدم على فرصة ممكن اليوم أنها تكون لصالحه وفيه فرصة مناسبة لصالحك ولا تسوية وكذلك برضو فرصة للتعارف والارتباط عندك نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالية جدا فتعتبر هاي فترة إيجابية عشان هيك بنقول فترة إيجابية رغم أنه احنا عارفين أنه الشمس ضغط عليك ولكن برضو تعطيك نوع من أنواع الإيجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر